اشتركوا في القناة المحافر العربية والإسلامية والأفريقية والدولية في هذا اليوم المجيد لبست البلاد حلة الابتهاج وزف فيه الملك إدريس الأول بشرى التحرير والاستقلال في كلمته تاريخية مؤثرة بسم الله الرحمن الرحيم وناشى إلى الكريم تسمى الله لهم في الأمة الليبية الكريمة ولم يكن الليبيون لينسوا في هذا اليوم ما أكده مليكهم بأنه من السهل الحصول على الاستقلال لكن من الصعب الحفاظ عليه ولهذا فأنهم ذادوا عن ليبيا بأرواحهم لتتمتع بالسيادة والحرية دائما وتحت راية الاستقلال اتحدى الليبيون عربا وأمازيغ ومن جميع القبائل والشرائح والطبقات ليشيدوا وطنا مهيبا وحياة دستورية بل ويسبقوا دولا كثيرة على طريق الانتخابات النيابية الحرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي العام 1954 استقبلت ليبيا الملكة اليزابيت ملكة بريطانيا في خطوة مثلت تطورا في العلاقات بين البلدين ونقطة انطلاق إلى علاقات جديدة مع دولا أخرى في مقدمتها الولايات المتحدة وقد استقبلها الملك إدريس في بلدة طبرق حيث تحتفظ بريطانيا بقوة حماية هناك واستقبل الموكب بحفاوة من أهالي المدينة موسيقى 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 وإذ تكاملت تشكيلات الحكم الدستوري الديمقراطي وقد انتقلت دولة الاستقلال إلى تنمية علاقات ليبيا بالدول العربية وكان حضورها فاعلا وناشطا ومحوريا وقد ظهر هذا الدور في إطار الجامعة العربية ومؤتمرات القمة العربية موسيقى موسيقى كما سبقت دولة الاستقلال الليبية غيرها من دول المنطقة بتشريع الدستور عصري هو دستور العام 1951 الذي يؤكد في مقدمته على تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والآخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام كما جاء في مادته الحادية عشرة الليبيون لدى القانون سوا وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الأرى السياسية والاجتماعية وفي مادته الثانية والعشرين قضى بأن حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ففي أكتوبر من عام 1962 قام ولي العهد الأمير الحسن الرضا السنوسي بزيارة واشنطن لوضع العلاقات بين البلدين على طريق التطور يا راول يا راول يا راوليه على behalf of the president of the United States and in the name of the American government I welcome you to the United States we are pleased to have you here as the first official visitor to this country from the United Kingdom of Libya وكان برفقته وفد رسمي وتضمنت الزيارة لقاءات بالرئيس كندي ونائبه لندن جونسون ووزير الخارجية دين راسل ووقع الجانبان اتفاقات مختلفة على قاعدة المصالح المتبادلة وقام ولي العهد بزيارة المركز الاسلامي بالعاصمة الامريكية واشنطن وقدم له تبرع ماليا كما استقبلت طلاب الليبيين الدارسين في الولايات المتحدة وضباط الليبيين يتدربون على صنوف الدفاع في بلادهم وشملت هذه الزيارة بناية الأمم المتحدة في نيويورك حيث استقبل الأمير الحسن الرضا من قبل أمينها العام يوثانت وكبار المسؤولين في المنظمة الدولية وألقى كلمة مؤثرة قال في مستهلها إن الدور الفعال الذي لعبته الأمم المتحدة عند بحثها قضية استقلال بلادي كان دورا عظيما ومشكورا فضلا عن المساعدات القيمة التي ما فتئت تقدمها في كثير من الميادين الهامة مما كان له أطيب الأثر في وضع التخطيطات الإنتاجية على أسس سليمة ومتينة وختاما فإن ليبيا وختمها بالقول بأن ليبيا تدعو إلى التساند والتواد لبناء عالم بعيد عن الخوف والجهل والمرض ترجمة نانسي قنقر وقام الملك إدريس الثانوسي وولي عهده الأمير الحسن الرضا السنوسي بزيارات مهمة إلى كل من المغرب والجزائر ومصر والسودان حيث شاركت ليبيا من موقعها المؤثر باتخاذ القرارات العربية المصيرية وقدمت مساعدات سخية لأشقائها العرب وأظهرت هذه الزيارات واللقاءات الدور الذي لعبت ليبيا في توحيد الصف العربي وتنقية العلاقات بين دول الجامعة العربية وحظي الملك إدريس وولي عهده بالاحترام والاعتزاز حيثما حلا أو شارك في صياغة القرارات التي تهم مصالح العرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي 24 ديسمبر من العام 1968 شهدت ليبيا احتفالات وطنية على جميع المستويات وليس في ذلك غرابة ففي هذا اليوم نالت الدولة الليبية المعاصرة شهادة ميلاد أممية وأصبحت في عداد الدول المؤثرة في توازن القوى على المستويين الأفريقي والعربي وترافق ذلك مع نهود متسارة في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي وتشييد المرافق الاستراتيجية فهذا الجيش الوطني الذي تآهل للدفاع الليبيا الجديدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وهذا معرض طرابلس الدولي العريق الذي افتتح لأول مرة عام 1927 وتوقف عام 1939 بسبب العرب العالمية الثانية ثم أعادت المملكة الليبية افتتاحه عام 1962 وفيما نهضت العاصمة طرابلس بشواهد من العمران والمدنية فقد كانت بنغازي تشق الطريق إلى المدنية والتقدم وتحتل دورا كبيرا في تشكيل الحاضرة الوطنية الليبية الثقافية والعمرانية اشتركوا في القناة وقد كانت المكرمة الإلهية أن تمنح ليبيا ثروة نفطية عظيمة ابتدأت عام 1957 بأعمال التنقيب المنهجية والعلمية ثم تكللت باكتشاف هذه الثروة وافتتاح عقول الإنتاج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان حفل افتتاح حقل للحريقة ومرساه من قبل الملك إدريس فاتحة دخول ليبيا عائلة الدول المصدرة للنفط اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة